بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن بعض امتحانين كده ولا تلاتة. هنشوف هدد امتحانات كده مع بعض. الاولى اعدادي اظهر نحو. ان شاء الله. الكتعة الاولى ده الامتحانات اللي موجودة في كتاب المعنى. بيقول اعلم يا بني ان الاسلام وضع قواعد وقوانين منظمة لحركة الحياة ليصود العدل بين افرادها ويعم الامن وربعها. منظمة هذه القوانين وتلك القواعد علاقة الانسان باخيه الانسان وعلاقة الانسان بغيره من الكائنات الاخرى. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم على ابدا سلسل السلام يعلمنا ان الاساء الحيوان والقصوة عليه او تعذيبه باي شكل من اشكال يحبط عمل انسان. ويعرضه لغضب الله وعقابه. وفقد رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشائش الارض. الصلاة الاولاني بيقول استعرب ما فوق الخط فيما صبع. بول ان الاسلام ان ده حرف ناسخ. ايه الحروف الناسخة? ان ان لكن لعل ليتك ان. ما تنساش تنصب المبتدأ وترفع الخبر يبقى الاسلام اسم ان منصوب بالفتحة. ليصود العدل. مين اللي هيصود? اسأل كده. مين اللي هيصود? هتقول للعدل. يبقى بيقول يحبت عمل الانسان. يحبت. ده فعل. يحبت ايه? يحبت عمل. ماذا يحبت? بسأل عنه ده مفعول به. بسأل عنه بماذا? ماذا يحبت? اقول له يحبت عمل يبقى عمل مفعول ايه? مفعول به. عمل مين? الانسان. نكره وبعدها معرفة يبقى مضاف. مضاف مضاف اليه. لبقتانا. ان الاسلام قد وضع قوانين الاسلام اسمعا ليصود العدل. ايه اللي يسود العدل بآлять عدل فعل? طيب. يحبت عمل انسان? يحبت هو عمل عمل مفعول به والانسان مضاف اليه? استخرج من الممنوع من الصرف مع بيان السبب. الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف. انه من الصرف. اقولنا في فيديو الشرح ان الممنوع من الصرف. في ممنوع من صرف الا واحدة صلاة منطقة الجمعة اسم المخطوم بقى في التانيس المكسورة اسم المخطوم بقى في التانيس الممدودة وقلنا فيه ممنهم الصرف العلتين الصفات ايه الصفات الممنهم الصرف قلنا الصفات اللي اخيرها الف ونون زي جوعان وعدشان الصفات المعدلة اللي هي الاعدان على ازن مفعل وفعال صفات اللي ازن افعل وفي الاعلام بعد كده في الاعلام اللي على ازن الفعل اعلام المقنسة الاعلام المخطوعة بألف ونون الاعلام الاعجمية الاعلام اللي هي معدلة يعني طب هدور على اي حاجة هو قال لي ما منهم الصرف وسيكتي عندي قواعد قواعد ده سغط منتاج الجمعة طب ايه سغط منتاج الجمعة كل جمع تكسير فيه ألف وبعد الاول الكلمة تكون جمع تكسير فيها ألف وبعدها ألف حرفين او تلاتة زي قوانين اهي قواعد وقوانين طيب او لو بعدهم تلاتة لازم ان تكون اه اوسطهم ساكن يعني طيب فعل امره بين نوع بناء فعل اول فعل في القطع اعلام اعلام ده صحيح الاخر يبقى مبنى على السكون لانه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء اعلام فعل امر مبنى على السكون لانه صحيح الاخر ولم يتصل به ايه به شيء طيب بعد كده بيقول لي مضارع مجزوم وبين علامة جزمه ايه يا استاذي عدمات الجزم علامات الجزم او ادوات الجزم اولا ادوات الجزم لم ولمة ولم الامر ولم نهية طيب هي بتقول ايه لم تطعمها لم لم ده ادات جزم ايه يبقى فعل مضارع مجزوم او تطعم طيب علامة جزمه السكون ليه السكون لانه صحيح الاخر طيب فعل ماضي وبين حكمه فقد عندي ايه روية روية فعل ماضي مبنى على الايه على الفتح علامة بناء والفتح الفعال الماضي احنا قلنا الفعال الماضي والفعال الامر الاتنين دائما مبنيان اسم اشارة وعريبه اسم اشارة هي ايه اسم الاشارة اسم الاشارة هزا هزي هزان هتان هؤلاء طب هو بقول لي اسم اشارة واعرف عندي اسم اشارة ايه choose نظمت هذه القوانين يبقى عندي هزا هزي هزي طب من اللي نظمت هذه يبقى اسم اشارة مبني في محل رفع فاعل اسم اشارة مبني في محل رفع فاعل طيب نكرة واعرف يعني نكرة كلمة مفعاش الف ونان وضعت ألم يا بني أن الإسلام وضع قواعد قواعد تتالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة يبقى عاوز كلمة نقر يعني كلمة ما فيهاش ألف وإيه ولاب السؤال اللي بعده تخير الإجابة الصحيحة مما يأتي أسماء الأنبياء التي وردت مصروفة في القرآن جمعوا أسماء الأنبياء اللي مصروفة في كلمة صن شاملة يعني صن شاملة جاب حرف من كل أو جاب من كل من كل اسم نبي حرف يعني الصاد اللي هي صالح النون اللي هي نوح الشين اللي هي شعيب المين محمد صلى الله عليه وسلم اللام اللي هي لوط والهاء اللي هي هود طيب يبقى محمد والصالح وشعيب وهود ولوط ونوح يبقى كلا من ألف وإيه وجين بعد كده بيقول الآية المجتملة على سلاسة أفعال مضارعة أولهما علامة رفع أصلي أصلية يعني الضمة والثانية والثالثة علامة رفعه فرعية اللي هي ايه ثبوت ثبوت النون علامة أصلي ما عنديش الله الضمة في الرفع وعلامة فرعية في الفعل ثبوت النون تعالى نشوف كده الآية الأولى بتقول قال تعالى لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبين أيوة هي دي لبقى تنالوا فعل مضارع منصوب بحس في النون بعد الآن وعندي تنفقوا فعل مضارع منصوب بحس في النون وعندي تحبون فعل مضارع والثانية والثالث علامة رفعهما فرعية يبقى ده مش هتنفع عشان خاطر ايه مش هتنفع علشان عندي هنا دي منصوب وعاوز التاني والثالث مرفوع يبقى الأولى مش هتنفع لأن الأولان المنصوب بحس في النون وعاوز الأولان المرفوع بعلامة أصلية والثاني يكون منصوب بحس في النون علامة فرعية مش هينفع وعاوزهم كلهم مرفوعين طب شوفوا الآية التانية أن الله يعلم ما يصرون وما يعلم مرفوع بالدم علامة أصلية ومرفوع بسبوط النون علامة فرعية يبقى به هي اللي صح مش ألف بقى عفو لأن ألف منصوب بحسف النون ومنصوب بحسف النون ومرفوع بثبوت النون يبقى مش تنفع ألف طب والتالتة وقضى رب القضى فعلي ماض مش نافع تقلع تعبده منصوب وعاوز مرفوع لا مش هيا التالتة يفرح مرفوع بالضمة بس مفيش علامة فرعية يبا هي به لانه يعلم فعل مضارع مرفوع بالضمة ويصرون ويعلنون مرفوع بثبوت النون ينوب عن الفتحة في الاعراب تنوب عن الفتحة ينوب عن الفتحة في الاعراب الالف في الاسمال 6 ايوة صحة طب الكسرة في الممنونة الصرف لأ هي ان الممنونة الصرف يرفع بضم وانصب يجارب الفتحة الياء في الاسمال 6 لأ الاسمال 6 بتنصب بالالف ثبوت النوم في الافعال 5 لأ حاس في النون يبقى ما عنديش الالف الصلاة اللي باعده بيقول المضاف الى الضمير احنا قلنا اسم المضاف في رضبة ما اضيفة اليه يعني المضاف لا اسم الاشارة يعني قلت كتابه كتابه هذا يبقى كتاب اسم معرفة في رتبة اسم الانشارة لانه مضاف الاسم الانشار كتاب الطالب كتاب معرفة معرفة في رتبة المعرف لانها مضافة المعرفة ولكن المضاف الى ضمير دائما يكون في رتبة العلم طيب الصلاة بعده بيقول التنوين لا يدخل مطلقا التنوين ما بيخشش مطلقا قال لي هيبقى الحروف والافعال التنوين خاص بالاسماء خاص بالاسماء تمام وهو ما بيخشش ابدا الحروف والافعال السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول الجملة المجتملة على ممنوع مصرف علامة اعرابه فرعية يقصد ايه بعلامة اعرابه فرعية لما تسمع علامة اعرابه فرعية يبقى لازم يكون الكلمة تكون مجرورة ادو الحاج وتكون مجرورة بالفتح طب بعرف ازي انها مجرورة بالفتح يبقى اول ما يقول لي ها ممنوع مصدر في علامة عربة فرعية لازم أن الكلمة اللي تكون وضع عليها تكون مجرورة ومجرورة بالفتحة عشان تكون مجرورة بالفتحة لازم أن تكون مجردة من يعني ما فيش ألف فلام والإضافة ما يكونش فاق الضافة طيب أنا عندي في الأولى في القاهرة مساجد كثيرة تنفعش ليه مساجد أولا مش مجرورة مساجد مساجد قريات النظيف ما تنفعش مساجد مش مجرورة صليت في المساجد هي مجرورة صحيح بس فاقه لفلام ما تنفعش طيب بصوا في المساجد صليت في مساجد متساء آه دي تنفع ليه أولا مجرورة ثانيا ما فاقه لفلام ولا بعدها إضافة يبقى هي مجرورة بالفتحة يبقى مساجد اسم مجرورة علامة جريه الفتحة ده علامة صحة وخطأ أعرف المعارف في العلام غلط أما لإيه أعرف المعارف الضمائر الضمير هو أعرف المعارف اتنين تأتي الضم علامة أصلية في خمسة مواضع الضم تأتي علامة أصلية في خمس مواضع قال ليه تعالي حسبهم كده قال ليه الضم بتكون علامة أصلية فيه قال ليه في المفرد المفرد يرفع بالضم أدي واحد جمع التكسير يرفع بالضم أدي اتنين جمع المهنس السالم يرفع بالضم أدي تلاتي وعندي جمع المزكر السالم جمع المهنس السالم يرفع بالضم يبقى كده كام أربعة طيب فيه تاني قال لي لا يبقى الله أصغل يبقى فعل الأمر على حسف النون إذا كان مستدى ليا المخاطبة صح زي اكتبي كل فعل من أفعال الخمسة يعد مضارع وليس العكس صح كل فعل من أفعال الخمسة يعد مضارع يعني آه فعل مضارع اتصل بها جماعة الف إسنانية ومخاطبة أما مش كل فعل مضارع يبقى من أفعال الخمسة طيب تقدر الفتحة المضارع المعتل الآخر بالياء غلط أما العلمين المعتل الآخر بالألف يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو النون النسوة صح نون التوكيد زي ما قلت الله مثلا لا أزاكر ونون النسوة زي الفتيات مثلا إيه تقرأ لو اتصل بنون التوكيد يكون مبنى على الفتحة ولاتصل بنون النسوة مبنى على إيه على السقوم طب عل اللي ما يأتي بقول لي عل اللي ما يأتي بناء الفعل الماضي على الفتح الظاهر في جاءه تعال اقول بقى ايمتا يبنى الفعل الماضي على الفتح الفتح الظاهر الفتح الظاهر لو كان صحيح الآخر ويكون ما اتصلش به ضمير من ضمير الرفع المتحرك ولو او الجماعة طيب الفتح المقدر ايمتا لو اتصل به ضمير دمير الرفع المتحركة لايتقي الفعل ولا الفعلين ونون النسوة عشان است Clint Ariled ولو اتصل به او الجماعة علشان اتضم العارض وإذا كان معتل الآخر بالألف لتعذره النطقة أو الفتح على الألف طيب يبقى هو بقول ليوب بناء الفعل الماضي على الفتح الظاهر في جاء يقول له لأنه صحيح الآخر وبناء على الفتح المقدر في جاء هقول له لأنه اتصل اتصل بواو الجماعة عشان الضم العارض يبقى هو مش هينفع يبقى فتح مقدر طيب تقدير الضمة في يقدي وزوراه في يعلم احنا قلنا الضمة بتبقى مقدرة امت لو كان الفعل معتل الآخر يبقى يقدي ليه الضمة عليها مقدرة اقول له لأنه معتل الآخر طيب وظهورها في يعلم يعلم اقول له لأنه صحيح الآخر قلنا تاني تقدر الضمة امت لو كان الفعل معتل الآخر اخر واو او الف او يعني وتظهر امت لو كان صحيح الآخر يعني بد عن الواو والألف والايه الواو الالف واليان بناء الفعل الامر على حسف حرف العلم في ايدا عشان معتل الاخر هو اصله ايه اخره اصله ادعو فهو معتل الاخر يبقى مابنى على حسف حرف العلم وبناء على حسف النون في ادعوه لان هو اتصل به وهو ايه وهو الجماعة احنا قلنا يبنى الفعل الامر على حسف النون امت اذا اتصل به وهو الجماعة وهو في الاسنين ويا لايه ويا المخاطبة اذكر الحكم النحوي لما يأتي مع التمسيل اذا اصنده فعل الامر لنون النسوة فعل امره بتتصل بين النسوة يبقى ممنع على السكون بس اقول له الحكم النحوي يبقى يبقى عن السكون زي اكتبنا ما عليكنا اكتبنا ما عليكنا يبقى فعل امر ممنع على السكون لاتصاله بينون الايه بينون النسوة بعد كده بقول لك اذا لم تسبق الافعال اذا لم تسبق الافعال الخامسة بناصب او جازي ما الحكم النحوي هقول ترفع بسبوط النون. ترفع بسبوط ايه? النون. وما تنساش ايه هي الافعال الخمسة? كل فعل مضارع اتصل به. واو الجماعة. الف الاثنين. يا المخاطبة. يرفع بايه? ترفع بسبوط النون. وتنسب وتجزم بحسب النون. طب هو اقول لك ايه? اذا لم تسبك الافعال الخمسة بناصب او جازم. الا ترفع بسبوط النون. ليه ما فيش قبلها دات نزم او جازم. صلي بعده اذا اقترنا الممنوع الصرف بقل وصبك بحرف جر. هقوله يجرب القصرة. يجرب ايه? بالقصرة. طب ليه? قلنا قلنا الممنوع من الصرف عشان يجرب الفتح. لابد ان يجرد من ال والايه? والاضافة. يعني الكلمة ما يجيش فيها. والالف والام. ولا يكون بعدها مضاف مضاف اليه. صلي بعده. بقول اضبط العبارة الاتية بالشكل. ما انت بتجرب كده حط تشكيل على ايه? على اه اواخر الكلمات يعني. لكنك بتجرب عادي. من الفضائر التي اهتم بها الاسلام فضيلة الامانة. فضيلة الامانة. من الفضائري مجرورة بالقصة مع النمو الصرف عشان فعله فلام. التي اسمه وصول مبني في محل في محل جر نعت. بس ده اسم مبني. اهتم فعل ماضي مبنى على الفتح. بها الاسلام. الاسلام فعل مرفوع نامة رفعية ضمة. فضيلته مبتدأ مؤخر. الامانة مضاف مضاف اليه. مسل لما يأتي في جملة مفيدة. فعل علامته في اول. عنا نشوف كده الفعل. الفعل كم نوع ثلاثة. ماضي ومضارع وايه? وامر. الماضي علامته في اخر. ليه? لانه علامته تقنيس. بتحطي في الاخر. المضارع هو اللي علامته في الاول. اه. لم يكتب. اللي هو قبول دخول لم. طيب. فعل امر ممنع الفتح. اقول له. ها اكتهد في عملك. اكتهد. اه. وممنع الفتح الظاهر لانه صحيح الاخر. اسمه وصول. اسمه وصول. اسمه الموصولة اللذي. اللتي. اللذان. اللتان. اللاي. اللتي. يبقى عندي مثلا اللذي. للمفرد المذكرة. طيب ضمير متكلم. ايه ضمير متكلم? اه انت المتكلم انا ونحن. يبقى ضمير متكلم انا. احب العمل او نحن نكرم جارنا. اعرف ما تحته خاطر. اذا جاءت الطامة القب. جاءت فعل ماضي. طب ماضي ماله. اللي مبني على الفتحة بتاع التأنيس. الطامة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. القبرى نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة. طب ليه الضم المقدرة? لانه معتل الاخر بالايه? بالالف. ده بالنسبة الامتحان الاولين. تعال نشوف كده كمان امتحان مع بعض كده. امتحان التاني برضو موجود في كتاب المعهد بتاعك. فتلازم ان تركز على الامتحانات دي. لان هي دي تعتبر اه اللي يتيجي منها ان شاء الله لانها موجودة في كتاب المعهد. السؤال بيقول او الكطع بتقول يا بني اعلم ان الازهر الشريف هو قلعة العلم. تعال نعرف كده احنا مشيين. قلعة العلم. قلعة دي نكر اولا معرفة. نكر. والعلم معرفة. يبقى مدام نكر وبعدها معرفة يبقى مضاف. مضاف اليه. والعلماء يأتي اليها الدارسون. من اللي بيأتي? الدارسون. فاعل. فاعل ماله مرفوع علامة رفعيل واو. ليه? لانه جمع مذكر سالم. طيب. اه الدارسون والدارسات من شتى بقاع الدنيا. لينهلوا من علومه. ويتخذوا من منهجه الوسطى منهجه الوسطى. اه منهجا منهجه الوسطى. عفوا منهجه الوسطى. منهجا يعانيهم على يعانيهم على فهم علوم الدين. واللغة. فهما صحيحا. فيما نكرة. وصحيحا نكرة. يبقى نعت. نعت. والنعت بياخد علامة الاعراب من اللي قبله. طب فيما المفعول مطلق. يبقى نعت منصوب لانه نعت المفعول المطلق. فقد تخرج فيه علماء اجلاء. ملأوا الدنيا. ملأوا هم الدنيا. يبقى الدنيا مفعول. مفعول به. الدنيا مفعول به منصوب. وعلامة نصب الفتحة المقدرة. طيب. اه تعاني شوف الاستقبول اللي استخرج من العبارة السابقة. فعل ماضي. فعل ماضي يعني بيدل ان الحدث ها وقع في ايه? في الماضي فبقول لك ايه? فقد تخرجا. اهو. تخرجا. طيب تخرجا فعل ماضي ماله. قال لي مبني على الفتح. طب الفتح الظاهر المقدر الظاهر لانه صحيح الاخر. بعد كده بقول لك استخرج ممنوعا من الصرف. ممنوع من الصرف. تعاني نشوف كده. عندي الاول الدنيا. قالي في التانيس المقصور. طيب. في تانية تعاني وصابيح. صيغة منتال ايه? منتال الجموع. طيب. واعريبه. ها? اصبحوا وهم صابيح. خبر اصبح. خبر اصبح ماله. قال لي خبر اصبح منصوب معلامة نصبي الفتح. بعد كده بقول فعل مضارع واعريبه. عندي لينهلوا. طب ماله ده? قال ينهلوا. منصوب بحس النوم. فعل مضارع منصوب بعد علامة تعليل بحس النوم. فعل امر وبين علامة بنائه. فعل امر اعلام. مبنى على ايه? قال لي مبنى على السكون. ليه? لانه صحيح لايه? الاخر. ناكرة واعريبها. كلمة ناكرة او يعريبها. دار علي كلمة ناكرة بس خلي بالك ما يكونش بعدها برضو اضافة. ها? يتخذ منهجه منهجا او منهج. طيب ايه? مفعول مفعولا به. ضمير واعريبه. هو طيب وبعدين. قال لي هو دايما في محل دايما انت مغمض. غير ما تبص في القطع لما قابلك هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسات. بيقول لي التنوين هو نون ساكنة تلحق اخر الاسم وتظهر فيه اول هتبقى اللفظ يعني النطق دون الخط بتكتبش. بتظهر في النطق وما بتكتبش. اللي بعد كده. الاية المجتملة على فعل علامته في اخره. من الفعل اللي علامته بتيجي في اخره؟ قال لي الماضي. ايش معنى? لان تاقى التأنيس بتتصل في اخره او تاقى الفاعل. طب ها هتبقى في الاية التانية. قالت اني اعوز بالرحمن منك ان كنت ايه? ان كنت اه طقية. يبقى قالت عشان تاقى التأنيس. طب. اه الاية الاولى لم يلد علامته في اول اه. لم يلد. هو عاوز علامته في اين? في اخره. طيب. السؤال اللي بعضه قال تعالى فمنهم من امنا به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعير. الافعال الماضية الواردة في الاية السابقة على الترتيب مبنية على الفتح. تعالى نشوف. فمنهم من امنا. امنا صحيح. صح? امنا صحيح. يبقى مبنى على الفتح الظاهر. يبقى اشتب. الاف وجيم. لانهم بادئين بمقدر وانا بادئ بايه? واحنا قلنا يبقى بادئ بزاهر. طيب. اه اللي بعده. منهم من امنا به ومنهم من صد عنه. صد برضو صحيح. يبقى به. ليه صحيح به? قال لان صد صحيح ايه? صحيح اخر. طب لسه فيه فعله كمان. وكفى. اه معتل اخر بالالف يبقى مقدر. يبقى امنة صحيح الاخر فيبنى على الفتح الظاهر. وعندك صد زيه. اما كلمة كفى او معتل الايه? الاخر فيبنى على الضم الايه? ايه? او يبنى على الفتح المقدر عفو. الآن مجتمل على فعلين اول هما معرب. يعني فعل معرب. يعني ايه فعل معرب اصلا? فعل معرب يعني يكون فعل مضارع. وما يكونش اتصل به نون النسوة ونون التوكيد. فعل او ما تسمع فعل معرب. يعني فعل مضارع. وما يكونش اتصل به. ولا نون النسوة. ولا نون الايه? ولا نون التوكيد. طيب الاولاني معرب والتاني مابنى. قالت يا ليت يا قوم يعلمون. معرب او? لانه فعل مضارع وما اتصلش به. ولا النص والنون التوكيد. يا قائد التقوم يعلمون. بما غفره. غفره ماضي. يبقى هي دي. لان يعلمون معرب مرفوعه بسبوط النون. وغفره في الماضي مبنى على الفتح الايه? فتح الظهر. استقيمة مبني. وعاوز الاول المعارض. اما ينزغنك مبني رسالة بنون التوكيد. مش هينفع. لان جاءتهم مبني. لا مش هينفع. يبقى عاوز في المعارض. بقية الامتحان بيقول. قال تعالى فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلا نكلم. بيقولي اما ترين من البشر احدا فقولي فعل امر صح? قولي فعل امر مبني ولا معرب. الامر مبني. يبقى عشتب الاف. و جي. اه اني نظرت نظرت فعل مبني ولا معرب. اتصل بتاقي ايه? ده الفعل ده مبني على الفتح المقدر. يبقى مبني. يبقى انا عندي ايه? لسه برضو. ده مبني 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 لسه. فانا هنأ اكلم. اكلم فعل ايه? ما اضع الله مضارع. قال لي مضارع. طب المضارع اوه متصب من النسوة والنوة التوكيد. اكلم قال لي لا. يبقى ايه? ايه? معرب. يبقى مدني. معرب. معرب. هتيبقى رقم اديل. سؤال بعده ضع علامة صح او خطأ. اه يبنى فعل الامر على السكون ازا كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء صح. ويبنى على السكون لو كان صحيح الاخر ما متصلش به شيء. يبنى على حسف حرف العلة لو كان معطيل الاخر. يبنى على حسف النون لو اتصل به وهو الجماعة. الف الاسنين. يا لايه? يا المخاطبة. الحسف ينوب عن السكون في الموضعين. لو حسف حرف العلة وحسف النون ماشي صح. ما انه كاتبهم موضع بس هما المفروض حسف حرف العلة وحسف النون. لضمائر الغائب خمسة الفاظ صح. ايه ضمائر الغائب? اللي هو هو وهي وهي وهم وهن. طيب. الافعال الخمسة تأتي معربة. وتأتي مبنية حسب السياق جرط. هي المفروض الافعال الخمسة دائما ايه? معربة كل فعال مضارع اتصل به وهو الجماعة الف الاسنين. يا ايه? يا المخاطبة. اللي بعد كده. الفعل تقدر تضم على المضارع على المعتل الاخر بالواو اولياء غرط. امال ايه? اللي تظهر. امال بتقاطع مين? على المعتل الاخر بالايه? بالالف. الفعل الماضي دائما مبني صح. السؤال اللي بعده بيقول علل لما يأتي تعذر ظهور علامة الاعراب في عسى و ظهورها في كلمة رادية. هقول له تعذر ظهور علامة الاعراب على ظهور الفتح. هقول له انه معتل الاخر بالالف. طب و ظهورها في رادية هقول له انها معتل الاخر بالواو اولياء. تقدير الضم في يبدي هقول له انها معتل الاخر. و ظهورها في يعلم هقول له انها صحي الاخر. العلم. بناء فعل امر على حسف النون في الشرابي عشان منتصل بيها ليه? المخاطبة. وبناء على السقوم في اجيبني لاتصال بنوني الايه? التوكيد. اذكر الحكم النحوي لما يأتي مع التمسيل. ازا باشرت المضارع عن نون التوكيد اقول له يبنى على الفاتح. ازا اصدد فعل الامر الاف اثنين يبنى على الفاتح. ازا سبقت الافعال الخمسة بافعال نصب تنصب اقول له تنصب بحسف ايه? بحسف النون. تنصب بحسف ايه? النون. اضبط الابار الاتيء. الازهر الشريف حرصه حرصة فعل ما ده يبنى على الفاتح. لفظ الجلة فاعل ماله ملتقى. ملتقى خبر مرفوع علامة ضفايات ضمة. العلماء مضاف ايه? العلم مضاف ايه? والعلماء اسم ايه? اسم عطوف يبقى. حرصه الله. اه الازهر الشريف ملتقى يبقى ضمة. العلم مضاف ايه مجرور. والعلماء اسم عطوف برضو ايه? مجرور. مثل اللي ما يأتي. بقول لي مثل اللي ما يأتي اسم شريب هزا هزي هزي هزان ولا. هزا اطالب مقتل. فعل علاماته في اوله اهو لم يكتب. ليوصل بعلامته في اوله زي ما قلت لك. اللي هي عفانة مضارة عشان قبله لم. طب ضمير غايب ابا هم او هي او هم او هن مش هتفرق. ممنوع من الصرف للوصفة والعادل. ايه لا اسباب ايه المنوع من الصرف والوصفة والعادل? ايه الاعداد على ازن مفعل وفعال. زي ايه? اهو مسنى وسلاس ورباعة. اه اعرف ما تحتاجه? اعرف قولي تعال. والمطلقات يتربسن بانفسهن سلاسة كروه. المطلقات مبتدأ مرفوع على مضافية ضمة. يتربسن فان مضارع اه مبني على السقول لتصالب بين النسوة. طيب بانفسهن جر مجرون هن ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه? طب يتربسن سلاسة كروه اه العدد زي ما انت فاكر او ان العدد لا بحسب موقوفهن جملة. بس من تلاتة العشرة التميز بتاعه يكون مضرور. تعالي الكلام على الامتحان اللي بعد. اعلموا ان تراص بيبدأ او ما بيبدأ بقول اعلموا ان تراص. ان ده حرف ناسخي. تراص اسم ان منصوب. كل امة ومستودع حضارتها وعنوان هويتها. هويتها او هويتها. وفي احيائي والعناية به حماية لوجودها وبعث الامجاد واستعادة ريادة. لذلك كانت العناية بالتراص الاسلامي عموما والازهاري خصوصا والعمل احياء اولى المهام النبيلة التي يتضلع بها الازر من اللي يتضلع الازر يبقى الازر فعل مرفوع وعلامة رفعيل ايه الضمى. اه بمشيئة الله الله مضاف مضاف اليه. تعال نشوف الاستخراجات كده. استخرج من العبارة السابقة. استخرج ايه? قال لي رقم واحد. فعل مضارع وعريبه. فعل مضارع? طيب تعال نشوف كده. قال لي مسلا بقول ايه? بيقول لي اه? اعلموا ان تراص كل امة مستودع حضاراته عنها بيقول ايه? وبعث مبني ماض مش نافع. اه بعد كده ايه? اه احياء اه بيقول سيحافز اوه. سيحافز. طب يحافز مرفوع ماله. فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. ممنوع من الايه? عاوز بعد كده ممنوع من الصرف. ممنوع الصرف عندي زخائر. ليه زخائر? صيغة منتهى ايه? منتهى الجمعة. الف التانيس ايه? الف الجمع. وبعدها حرفين. فعل امره بين نوع بينه. اعلمه. طب مبنى على ايه? قال لي مبنى على حسف النوع. طب ليه? الاتصاله بين نونة ايه? دوا والجمعة. فعل ماضيا وبين حكمه. ماضي اهو. عندي مسلا ايه? اه فعل ماضي. الذي حافظه. حافظه. فعل ماضي مبنى على الفتح الظاهر. ناكرة واعريبه. ناكرة يعني ده رايك ما فاش قال لي فلام عندي امه ايه. طب تتعرف امه اللي بعد كل مضاف ايه. ضمير واعريبه. ضمير حاضر. ها? بيقول ضمير اه اه الهاء في ريادتها. طب اعريبه في محل عندي ريادتها يبقى جر مضاف مضاف ايه. سلي بعض بقول لك تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوساني. الجملة التي لم تشتمل على ممنوع مصرف. ما فيها شي ممنوع بلايه? مصرف. الاولى بتقول للانسان خمسة حواس سن. حواس. ماشي تمام? ليه حواس? قال لانها السرطة الجمعة فيها الاف. بعد الالف حرفين. طيب. لم يعتم بالغتيم. لم يعتموا بالغتيم لانهم عوام. اه دي فيها ايه? عوام فيها تنميم. سبسعة منتها الجمعة. للنحو فوائد. فيها يبقى اه دال هي اللي مش ملناها مصرف. ارجونا المجتمل على مضارع مبني. اه. تعالوا نشوف كده. المضارع جبنا ازا اتصل بين النصوة ونول ايه? التوكيد. نول النصوة دايما بتيجي مع ايه? مع ذهب المؤنس ونول التوكيد مع القسم. يبقى عند الفتيات يقيم. ده مضارع مرفوع بسبوط النون افعال خمسة. معارض. المتفوقات المتفوقان يا فرزان برضو من افعال الخمسة معارض. القضاء يحموك يحكمونا فان مضارع مرفوع بالضمة. اه مرفوع بسبوط النون عفوا. فان مضارع مرفوع بسبوط النون. وده علامة فرعية. مش هتنفع. واعوز مبني. طب اللي بعد كده. الاية المجتملة على فعالين. اول هما معرب والثاني مبني. الاول معرب يبقى يا ماضي يا امر يا مضارع اتصل بين نون النسوة. اه موضارع ما اتصلش بين نون النسوة ونون التوكيد. والمبني اللي هو الماضي والامر والمضارع اللي اتصل بين نون النسوة ونون التوكيد. بس انا عاوز الاولان ايه? الاولان معرب. طيب. يا ليت قومي يعلمون اهو يعلمون بما غفرها. هي دي. لان يعلمون فليه? معرب وغفرها مبني. طب والتانية استقييمة مبني. بدء بمبنة مش هتنفع. اما ينزغنك قلنا ينزغنك ها? مبني اتصل بين نون التوكيد. طب الآية اللي بعدها. الآية المجتملة على فعالين. مضارعين. معربين بعلامة فرعية واحدة. والعامل فيهم مختلف. معربين بعلامة فرعية واحدة. والعامل بهم مختلف. تبقى ديل. لبقى لم يفعلوا. فان لم تفعلوا. مضارع مخزون بحسر النون بعد لم. ولن تفعلوا. فان مضارع منصوب بحسر النون برضو. افعال خمسة. يبقى هي ديل. صلي بعده. المضاف في قوليه كتابك. كتابك. كتاب مضافة لايه? للضمير? طب احنا قلنا المضاف للضمير بقى في قوة الايه? العلام. في قوة العلام. يبقى كل مضاف في ردبة ما يضاف اليه. الا المضاف للضمير يقوم في ردبة الايه? في ردبة العلام. طيب. السؤال اللي بعده صح وخطأ. لا يدخل التنوين الافعال والاسماء مطلقة. اقول له غلط. ده بيقول هو اصلا من العلامة الاسماء. بس ما يخشش ولا الافعال. ولا الحروف. يمتنى الاسم من الصرفي من اهلة. من اهلة العلامية مع اهلة من اهلة الستة صح. ايه هما العلامة الستة? التقنيس. اه اعجمية. تركيب مسجي. اه اه الف ونون. عالم مقطوم بالف ونون. اه عالم مؤنس. طيب. عالم على وزن الفعل. طب. ايبقى هو بقول لي ايه ستة? ايوه ستة صح. لا تعد الدلالة الدلالة على علامة الفعل الامر غلط. ده هو الفعل الامر علامته. اه قبول يا المخاطبة مع دلالته على الامر. يبقى مش هينفع. يصلي بعده بيقول علامة جزم المضارع. علامة جزم المضارع. حسف الحرف العلة لو كان معتالي اخر صح. الضمير المتكلم ومنفصل المرفوع لفظان ضمير متكلم صح. لهو لفظان. لهو انا وايه? انا ونحن. صحيح اللي بعده بقول لك مثل لما يأتي. اه ممنوع من الصرف العلة واحدة. اقول له مصابيح. ليه سبب منتالي الجمهة? طب و لعلتين قال لي مسلا وليكن اي كلمة بقى زي مسلا جوعان. اه لعلتين جوعان. هتبع ممنوعها صصفية والف ونون. فعل مواضي مبني على الفتح المقدر. واقع مبني على الفتح. الزائف. فتح المقدر زي اوه? اه اه احنا قلنا ايه? اه يكون لعبه. الاتصال بهو الجماعة يبقى في ضمه. يبقى مبنى على فتح المقدر عشان تضم العارض او كده. طيب اخر مبنى على الفتح الظاهر او كتب محمد. يبقى لو لو عاوز فتح عاوز فتح مقدر يبقى عندك تجيب فيه ضمير رفع متحرك او هو الجماعة او معنطي اخر بالالف. وفتح ظاهر يبقى انت عندك ايه عكس كده اللي هو الفعلي العادي بقى لما كانتش متصل بضمير رفع او او اه مثلا ايه? ما اتصلش بيه هو الجماعة. تمام? يبقى انت ده يبقى ايه? ايه فتح الظاهر. مضاف لضمير مخاطب بصيغة الجامع. ضمير مخاطب ماشي. كتابكما جميل او كتابكم جميل. عشان بضمير ايه جمع يعني. جمع مخاطب. اسمه وصول مسنه يبقى اللزام. اللزام مذكر واللي تاني ايه? مؤنس. طيب على البناء الفعل الماضي على الفتح. ليه الفعل الماضي ممنع الفتح المقدر? اذا اتصل بيه وهو الجماعة. قلنا علشان اتضم الايه? اتضم العارض. عشان خاطر اتضم الايه? العارض. طيب. صرف صرف هودا. في قوليه قوليك على هودا. قال لاني الف المقصور ليست زي ايه. واحنا قلنا علشان الاسم يتمنع من الصرف الالف التانيس المقصورة او الممدودة. لابد ان تكون ايه? الالف دي زي ايه ده. تقدير الفتحة في المعتاد الاخر بالالف. لتعزوا الاجتماع الفتحة مع الالف. مش هينفع. اجمع بين الالف والفتحة. حاولت انت كده فعلة معتاد الاخر بالالف زي اقشى. وحط على فتحة كده? مش هينفع. اذكر الحكم النحوي. اه لما يأتي مع التمثيل. ازا اضيف الممنوع من الصرف. قال لي هيجرب القصر. اول نقطة. الفعل اللي الفعل اسكر الحكم ازا سبقى اضيفها الممنوع من الصرف. يبقى يجرب الفتحة. لان الممنوع من الصرف? عشان يجرب الفتحة لابد ان يجرد من ال ولا ايه? ولا ضبط. طب انت اضيفه. يبقى يجرب القصر عادي. ازا وصلنا فعل الامر يا للمخاطبة. لو انا معايا فعل الامر زي اكتب. عاوز احطه يا للمخاطبة. الا هي. اه هتبقى يكتبي. ويبنى على حسف النون. يبنى على حسف ايه? النون. ازا اصند الفعل المضارع الالف الاسنين. ازا اصند الفعل مضارع الالف الاسنين? هيرفع. بالثبوت النون. اذا اسند الالف الاسنين. ايما من افعال الخمسة ويرفع بسبوت النون وينصب ويجزم حاسف النون. ايما من افعال الايه? الخمسة ويرفع بسبوت النون وينصب ويجزم حاسف النون. اضبط العبارة الاتية. والزعفة لمدة ما منع الفات. شيخ فعل مرفوع علامة رفاعي الدم. المعهد مضافة انه مجرور علامة جر القصر. جوائز مفعل بقى. على اوائل اسم مجرور على مجرور القصر. حفظة مضافي لي مجرور. القرآن مضافي لي مجرور. الكريم نعت مجرور. اعلي بما تحته خط مع التمثيل اوالي بقال القرنية. الهاكم انا فعل ماضي وقم. دم من المتصل مبني في محل النص ما افعل به. التقاصر فاعل. حتى حرف مصدري ادام الاداة النصف. اه حتى زورتم زارة فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. المقابر مفعول ايه? مفعول به.